قصة الهروب المتكررة لسياسيين المتهمين بالفساد قصة ليس لها خاتمة ونهاياتها مفتوحة على جميع التأويلات والسبب يعود بحسب أعضاء لجنة النزاه النيابية لغياب الإرادة الحكومية في ملاحقة الفاسدين من المسؤولين التنفيذيين ولضعف الأجهزة الأمنية في تنفيذ مذكرات القبض سيما وأن أغلبهم قد غادروا العراق عن طريق منافذه الرسمية عدم وجود إرادة للدولة العراقية والحكومة العراقية في منع ومحاسبة المسؤولين والسبب الثاني هو وجود خلل وتردد وعدم استجابة في تنفيذ أعام القضائية من قبل القوات الأمنية ضد المسؤولين ونحن لاحظنا أغلب المسؤولين في المطارات وعدم قدرة هذه القوات في منعهم من السفر وهذا ما جرى مع طارق الهاشمي كثير من المسؤولين في المطارات آخر شيء يعني وزير التجارة هرب من خلال المطار أو منافذ البرية فإذن هناك تردد وعدم استجابة في تنفيذ الأعام القضائية كما وأن إخفاق مجلس النواب في وقت سابق التصويت على حجب الجنسية الأخرى لمن يتولى منصبا رافعا في العراق أمتج قائمة طويلة من المسؤولين المتهمين بالفساد وساعدتهم تلك الجنسيات على الإفلات من المثول أمام القضاء بعد اختلاسهم مليارات الدولارات عندنا أكثر من تسع وزارة عليهم مذكرات قبض لو تراجع هؤلاء الشخصيات تلقوهم جميعا يحملون الجنسية الأخرى وهذه مشكلة في الدولة العراقية المفروض من يستلم منصب رفيع في الدولة العراقية يتخلى عن الجنسية الأخرى ضعف جهات إنفاذ القانون بالدرجة الأولى والأمر الآخر ضعف المؤسسة التشريعية كان يفترض الذي كان يجب أنه تتبنى مشروع إسقاط جنسية المزدوجة لأصحاب المناصب وخصوصا من الوزراء والمدراء العامين وهم في ضمن هذا المستوى من التصنيف الإداري هل أنه وجدنا حزب أنه ضمن أنظمتها الداخلية وضمن أن داخل الأحزاب والكيانات قامت بمحاسبة هؤلاء الأشخاص حتى أنه أدانته حتى على مستوى الإدانة لم يحصل حقيقة وهذا مؤشر سلبي على طريقة تعاطي الأحزاب السياسية مع قضية السلطة ورغم وجود الأجهزة الرقابية داخل كل وزارة بالإضافة إلى جهاز الرقابة المالية وهيئة النزهة إلا أن البعض يعتقد أن العراق أصبح مرتعا لكل أشكال الفساد وأن توافر الغطاء السياسي من قبل الأحزاب الحاكمة لمثل هؤلاء يؤشر على مستوى الخلل في إدارة الدولة العراقية التي تقاسمتها الأحزاب الحاكمة وفق نظام المحاصصة حسب تعبيرهم من بغداد وليد الشيخ الحرة شكرا شكرا